يعتبر القطاع الصحي من أهم القطاعات التي يجب تزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومن هذا المنطلق جاء تخريج الدفع الخامسة والعشرون من الأطباء وكذا الدفع الرابعة من دكتوراء الدولة في الصيدلة والبالغ عددهم 126 خريج وخريجة 24 منهم في الصيدلة و102 في الطب من كلية علوم الصحة البشرية بجامعة جمينة عميد كلية العلوم الصحية والبشرية فانسوا أكلادوم هنأ الخريجين وطلب منهم تطبيق ما تلقوه على أرض الواقع لأن قطاع الطب يعد من القطاعات ذات الأولوية رئيس جامعة جمينة البروفيسير محمد صالح دوسة قال إن جامعة جمينة قرجت العديد من الأطباء في مختلف التقصصات وهم الآن في خدمة المرضى شاكرا الأساتذة المتعاونون مع الجامعة من الدول المجاورة كبركينة فاسو ومالي أما مستشارة وزير الصحة العامة والوقاية أوضحت بأن هذه الدفعة تؤد إضافة قوية للقطاع الصحي وأن الوزارة وضعت في برنامجها توظيف العديد من الأطباء لأن المواطنة الشادي بحاجة ماسة إلى تطوير القطاع الصحي بدوره مدير البحث العلمي قال إنه لمن دوائي السرور والفرح أن أشارك في حفلة تقريج وعداء الخسم للدفعة الخامس والعشرين وأن قطاع الصحة أصبح في تطور ملحوص وأنتم كسفتكم كأطباء أمامكم مسؤولية كبيرة اتجاه جميع المواطنين وأخيرا تبقى اللحظة المنتظرة وهي لحظة تكريم الخريجين والذين بدورهم كرموا رئيس الجامعة والعميد فضلاً أم بعد الأساتذة؟